نحو عشرة ملايين تلميذ وطالب في بغداد والمحافظات يتوجهون إلى المدارس مع بدء العام الدراسية الجديد 2019-2020 لتبدأ سلسلة المشاكل التي لا تنتهي رغم تكرارها كل عام فرحة التلاميذ باليوم الأول من الدراسة قابلتها غصة في قلوب العائلات بمخيمات النزوح بسبب تخلف أبنائهم على المدارس كأقرانهم حيث أن هناك آلاف الأطفال النازحين لا يزالون خارج مقاعد الدراسة انهيار كبير شهده قطاع التعليم في العراق خلال السنوات الأخيرة بداية من عمل العديد من المدارس بنظام الدوام الثلاثي واكتظاظ الصفوف الدراسية بالطلبة ونقص الكوادر التعليمية وانتشار العديد من المدارس الطينية وليس انتهاءاً بعدم جودة الملاهج التعليمية وتغييرها كل عام تقريباً ولو بحثت عن أسباب التغيير هذا لوجدت في مقدمتها تشويه التاريخ بعادة كتابته وغرس المفاهيم الطائفية ثم التربح المادي عن طريق عقود الطبع مشاكل القطاع التعليمية الكثيرة أدت إلى انتشار المدارس الأهلية في جميع المحافظات العراقية حيث اضطر العديد من العائلات إلى اللجوء للتعليم الخاص رغم تكاليفه الباهضة بعد يأسها من التعليم الحكومي لجنة التربية البرلمانية عازت السبب في انتشار المدارس الأهلية إلى عدم اهتمام وزارة التربية بالمدارس الحكومية وإهمالها منظومة التعليم وأكدت سيطرة الأحزاب السياسية على أغلب المدارس الأهلية في البلاد الصراعات الحزبية والسياسية داخلت قطاع التعليم عن طريق إنشاء المدارس والجامعات الخاصة للتربح وكسب المال من أجل تمويل شخصيات وأحزاب وذلك من خلال قبول آلاف الطلبة من دون رسم أي خطط تلموية مستقبلية ووفقاً لتقاريم نظمة اليونسكو فأن العراق كان يمتلك نظاماً تعليمياً يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة حيث كانت نسبة الأمية في البلاد تقترب من الصفر ويعاقب القانون أنذاك كل من يحول دون حصول أي عراقي على مبادئ القراءة والكتابة الأساسية بينما تزداد اليوم نسب الأمية وتسرب الأطفال من المدارس وانهيار شبكة التعليم الأمر الذي ساهم بإخراج العراق من كل التصنيفات العالمية